المغرب والجزائر هذا الملف نهائيا الحرب 1991 لم تأتي هكذا حبا في سوادي عيون المغرب المغرب أمن الميدان عبر الإنجاز المهم الذي قامت بالقوات المسلحة الملكية في الجدار الأمني لن ننسى بأن المغرب في البداية عانى من تحالف رهيب ما بين ليبيا القدافي ما بين كوبا أنداك ما بين الجزائر إلى آخر ما بين الدول ماسكا الشرقي التي كانت تدخل ملايير مليارا من الدولارات في خزينة الجزائر وخزينة البوليزاريو لتركيع المغرب والحمد لله لم يتوفق في ذلك بالعكس المغرب استغل هذه الوضعية لتحسين قدراته العسكرية وتمكن في ضرف قصير من أن يبسط سلطته يعني بالفور يا شيفور كما نقول بالدريجة وبفضل ماذا؟ بفضل الجدار الأمني الذي أمن المنطقة الصحراوية ككل هذا من جهة من جهة تانية صادفة يعني انهيار جدار برلين أن المعسكر الشرقي تحلل وبالتالي أن الجزائر لم تزد ذلك السند التي كانت لديها من قبل فكانت ملزمة بأنها تتسول يعني وقف إطلاق النار لما وقفت قبل قلس يعني وقف إطلاق النار في 1991 هذا لا يعني أن الحرب انتهت بل انطلقت حرب أخرى أكثر شراسة وتمثلت في ماذا؟ تمثلت في أن الجزائر غيرت استراتيجيتها كيف تاريخ؟ خاصة بعد عشرية الإرهاب وبعد دخول المغرب في طي يعني سنوات الرصاص وتوقيع على جميع المعاهدات الدولية الخاصة بحق الإنسان بمعنى أن المغرب دخل في الاستاندار انترنسيولو ديال المنظومة أو الآليات ديال حق الإنسان على المستوى الأمامي بل أنك انت كدولة أليف لما تقبل الدخول إلى نادي الأمام على المستوى اعتماد الآليات الشرقية فأنك تصبح شفاف يعني هذه الآليات هذا نقطة زارة مجموعة من المقررين تمام على ضوء هذه الآليات وعلى ضوء البروتوكولات الاتفاقية التي وقعتها لكن الجزائر ولهذا ما بنقصين دائما أسميها كوريا الشرقية لأن الدولة الوحيدة في العالم التي رفضت يعني الامتتال أو الدخول إلى هذه الاتفاقية هي الجزائر وكوريا الشمالية فبما أن المغرب دخل لهذه الآليات إذن أصبحت يعني كما قلت قبلها يعني الأبواب مساحة لكل فرض أي إن كان مغربي أو خارج المغرب أن يسائل تلك الآليات الأمامية على الوضع الحقوقي في المغرب لكن الجزائر إرميتيك الباب مسدود ما يمكنش فاستغلت هي هذا الوضع بين قوسين يعني الانخراط المغربي في النادي الأمامي الحقوقي على أساس أن تستعمل الورقة الحقوقية كورقة في الحرب ضد المغرب ولكن الأسف الشديد يعني لم تفلح تفلح في ذلك بالعكس زاد المغرب في تكريس وضع ديانه وخسرت الجزائر الآن واحد نضعية أخرى نعيشها وهو سأقلصن واحد المصطلح ستعمل الأستاذ سنيبي ألا هو ذي البيئة البيئة أن المغرب لما تجد يعني المغرب تحطه تطلقها يعني محاط واحد البيئتين يعني يشكلان مخاطر له كنا واحد يعني المحاط أطلسي بما يمثله من مخاطر بيئية خطيرة على مستوى تأكل ساحيل على مستوى التنامي على مستوى تلوث الشواطئ البواخر التي تمر بحكم أن الكلوار دي المحاط أطلسي يعني تمر منه بواخر يعني رهيبة جدا ثم على المستوى الشرقي كما قال العروي يعني بحر الجزائر كنا هناك بيئة جيوستراتيجية لهي الجزائر وبالتالي المغرب دالله دائما يتعامل مع وجود واحد البيئتين اللي تمثلان خطرا على الأمل القومي ذياله ألا هو المحاط أطلسي كمخاطر بيئية طبيعية وفي الجزائر أو في الشرق هناك مخاطر بيئية جيوستراتيجية وهذا الواقع هو الذي يتحكم في كل القرارات التي تؤثر يعني السياسة العمومية المغربية مع المحيط ديالله يعني الإقليمي اشتركوا في القناة